اشتركوا في القناة 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 ودي جرزة الحشو رقم اتنين تلاتة طرف الخيط طبعا تاع البداية هاخده تحت الجرز ودي جرزة الحشو رقم اربعة خمسة وطول ما انا شغالة احافظ على طرف الخيط معايا تحت الجرز وهكملهم هنا ستاشر جرزة حشو نتأكد طبعا من العدد هكملهم هنا ستاشر جرزة حشو وهرجع لكم نكمل الدور التاني بتاع الوردة خلاص اشتغلت ستاشر جرزة حشو بنرتفع سلسلة في البداية وبعد كده ستاشر جرزة حشو ونوضح الورز علشان برضو اول جرزة حشو تبقى ظهرة معانا بدخل هنا فاول جرزة حشو باشتغل جرزة منزلك وكده خلاص انا قفلت الدور ومن هنا بارتفع سلسلة ارتفع غرزة الحشو وفي نفس المكان هشتغل اول غرزة حشو عندي في نفس المكان اللي ارتفعت منه اهو الشكل ده وبعد كده تلات سلاسل هفوت غرزة الحشو اللي بعدها على طول واروح للغرزة التانية وهشتغل غرزة حشو يعني انا بشتغل على غرزة وبفوت غرزة كده كونت اول فراغ مكون من تلات سلاسل كمان تلات سلاسل وهكرر تاني هفوت الغرزة دي واروح للي بعدها طبعا انا كان عندي 16 غرزة حشو وارتفع تاني ثلاث سلاسل يعني انا الدور ده بكون فراغات اشتغل عليها للدور اللي جاي كل مرة بفوت غرزة حشو واشتغل في اللي بعدها غرزة حشو وهكذا اه دي ثلاث سلاسل افوت غرزة واروح للي بعدها واشتغل غرزة حشو ونكمل بنفس الطريقة لازم طبعا يبقى عندي 8 فراغات شغل على 16 غرزة باشتغل على غرزة وفوت غرزة هكمل وهرجع لكم وخلاص اشتغلت الدور بتاع الفراغات هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ودي الفراغ رقم تمانية لسه هقفله معاكو دلوقتي هنقفله طبعا في اول غرزة حشو معانا اه كانت في الدور ادي غرزة واحدة جمعا برفوتها علشان نبقى ماشيين مظبوط وبقفل في اول غرزة حشو تحت حرف الفي بدخل وباشتغل غرزة منزلقة وكده قفلت الدور رقم اتنين للوردة عايزة تنقل لأول فراغ عندي لاني هبتدي اشتغل من هنا ادي اول فراغ هيقابلني باشتغل طبعا غرزة منزلقة بتنقل عن طريقها وسلسلة وفي نفس الفراغ باشتغل جرزة حشو بروح على طول على الفراغ اللي بعده هنا وباشتغل ستة اعمدة اعمدة بلفة ادي العمود التاني تلاتة اربعة والعمود رقم خمسة ستة وكده اشتغلنا ستة اعمدة بلفة وقبلهم اشتغلنا في الفراغ اللي قبله غرزة حشو مباشرة باشتغل الستة اعمدة وكمان مباشرة هروح بعدها للفراغ اللي بعده وهشتغل غرزة حشو علشان طبعا اقفل شكل البتلة وتاني هرجع اكرر هروح على طول على الفراغ اللي بعده بدون فاصل وهشتغل ستة اعمدة بلفة ادي العمود التاني تلاتة اربعة العمود رقم خمسة واخر عمود رقم ستة يعني انا بشتغل على فراغ ستة اعمدة وعلى الفراغ التاني غرزة حشو فبالتالي هيبقى عندي اربعة بثلات هادي غرزة الحشو في الفراغ اللي بعده وبكرر بنفس الطريقة الدور بيمشي معنا كده عندنا طبعا تمن فراغات هادي الفراغ اللي بعده بشتغل فيه ستة اعمدة وبكمل خلاص انا خلصت الدور الدور بيبقى كده مزبوط معنا بيبقى شكله مقوز بالشكل ده احنا ماشيين مزبوط بيبقى عندنا اربعة بثلات كل باتلة فيها ستة اعمدة اشتغلت خلاص هنا الستة اعمدة بتقول باتلة رقم اربعة وبقفل في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بقفل طبعا بغرزة منزلقة بدخل تحت حرف الفي وباشتغل غرزة منزلقة وبارتفع سلسلة واحدة بس وبالف الوردة على الخلف بالشكل ده انا هنا عايزة ابتدي اكون سلاسل من الغرزة للغرزة حيث ان انا اكون جسر اشتغل فيه الدور اللي جاي جسر او كبري يعني زي ما تسموه ادي اول غرزة حشو بدخل بالشكل ده من خلفها وبسحب الخيط شايفين الخيط بيبقى كده وباشتغل غرزة حشو غرزة حشو عادية جدا وبارتفع ثلاث سلاسل زي الفراغ اللي اشتغلنا في البداية ودي الغرزة اللي بعدها بيجي بالابرة بالشكل ده واسحب الخيط معايا لفتين باشتغل غرزة حشو وبكمل بنفس الطريقة ادي ثلاث سلاسل واروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو احنا دلوقتي شغالين على الجزء الخلفي للوردة وادي الثلاث سلاسل وبكمل بنفس الطريقة خرز الحشو واضحة قدامنا بدخل كده بالابرة من خلفها وباشتغل غرزة حشو ودي الغرزة اللي بعدها طبعا في الدور ده عايزين يبقى عندنا الفراغات تمن فراغات العدد مهم جدا ادي التانية تلاتة اربعة اكملهم طبعا ودي جرزة الحشو باشتغل جرزة حشو وثلاث سلاسل واشتغل جرزة حشو واخر ثلاث سلاسل لاخر فراغ تعالوا نعد الفراغات مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ودي اخر فراغ هنقفله دلوقتي الفراغ رقم تمانية كده احنا ماشيين مزبوط هنقفله طبعا في اول غرزة حشو احنا اشتغلناها الغرزة اللي هي بتبقى واسعة شوية كده اللي اشتغلناها في البداية طبعا بغرزة منزلقة انا بقفل وكده خلصنا الفراغات او الجسر اللي هنمشي عليه الدور اللي جاي برجع تاني الف الوردة على الجزء الامامي ادي الفراغات واضحة جدا هنبتدي نشتغل فيها دلوقتي انا بما يلبس البتلات كده وابتدي اشتغل غرزة حشو فاول فراغ هيقابلني واروح للفراغ اللي بعده وهنا هشتغل تسع اعمدة ادي العمود التاني تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اخر عمود بلفة رقم تسعة طبعا علشان البتلة تكبر عن البتلة اللي قبلها او بالشكل ده وهنرجع تاني على الفراغ اللي بعده غرزة حشو كده قفلنا البتلة وهرجع كرر تاني هروح على الفراغ اللي بعده وهشتغل تسعة اعمدة بلفة والدور بيمشي معنا بنفس الطريقة كده الفراغ بنشتغل فيه تسعة اعمدة والفراغ اللي بعده بنشتغل فيه غرزة حشو هكمل الدور بنفس الطريقة كده طبعا هيبقى عندنا اربع بتلات سريعا هكمل الدور وهرجع لكم في نهايته وخلاص كده خلصت الدور مشيت بنفس الطريقة واشتغلت اربع بتلات ودي الشكل من الخلف برده سهلة جدا يعني دور سلاسل نأسس فيه للدور بتاع البتلات ومشيت بنفس الطريقة وصلت هنا للتسعة اعمدة طبعا بقفل الدور في اول غرزة حشو انا اشتغلتها في الفراغ ده بدخل كده وباشتغل غرزة منزلقة في غرزة الحشو اول غرزة حشو انا اشتغلتها في الدور وهنا برتفع اتنين سلسلة وتاني هرجع الف الوردة على الخلف وهبتدي اكون جسر او كبري او سلاسل نشتغل عليها الدور اللي جاي شايفينه الغرز دي دي الغرز اللي هنشتغل عليها انا مش عايزاكوا تطلقبطوا كل غرزة فوقها غرزة دي اللي احنا عايزين نشتغل عليها اللي هو الجزء اللي في الاعلى ده بدخل وباشتغل جرزة حشو وكمان تلات سلاسل مفيش تغير في الفاصل بتاعنا ودي الغرزة اللي بندخل فيها في الغرزة مش من هنا لا احنا بندخل في الغرزة من فوق بالشكل ده في الغرزة اللي نشتغلناها عليها وباشتغل غرزة حشو لسه هكررها تاني معاكم هادي تلات سلاسل والغرزة اللي احنا عايزينها الغرزة اللي اشتغلناها فوق غرزة الحشو اهو الشكل ده بندخل وبنشتغل غرزة حشو وتلات سلاسل وبكمل بنفس الطريقة بدخل في الغرزة كده من فوق انتم لاحظين طبعا شايفين الابرة مش عايزين ندخل من هنا الابرة بندخلها في الغرزة من الاعلى وباشتغل غرزة حشو وبكمل بنفس الطريقة هادي فراغ والتاني فراغ التالت ونكمل مع بعض الفراغات بدخل هنا في الغرزة وباشتغل غرزة حشو وتلات سلاسل هنعدد الوقت برضو الفراغات مع بعض انا بدخل في المكان ده وباشتغل غرزة حشو ادي الفراغ الاول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ودلوقتي انا باشتغل الفراغ رقم سبعة باشتغل غرزة حشو واخر فراغ عندي الفراغ رقم تمانية تلات سلاسل وباشتغل الفراغ رقم تمانية طبعا بقفل هنا في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة اول غرزة حشو غرزة منزلقة بالشكل ده كده ماشيين مظبوط عندي تمن فراغات هرجع تاني الف الوردة على الجزء الامامي وهبتدي اكمل شغل البتلات يعني شغل البتلات هنا مختلف شوية ايه دي الفراغات اللي هشتغل عليها بس هبدأ شغل في اول فراغ هنا بشتغل غرزة حشو نركز بقفل البتلات دي وبعده بشتغل سبع اعمدة بلفة في نفس الفراغ في نفس الفراغ مش بنتنقل للفراغ اللي بعده ايه دي العمود الاول ودي العمود التاني ثلاثة اربعة العدد مهم جدا كده العمود رقم خمسة ستة والعمود رقم سبعة لان طبعا العدد هيفرق معايا في الدور اللي جاي وفي نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو زي ما بدأته بغرزة حشو يبقى كده في الفراغ الواحد بنشتغل حشو وسبع اعمدة وحشو وهتنقل للفراغ اللي بعده هرجع تاني اكرر بنفس الطريقة يعني هبدأ على طول بغرزة حشو هنا في الفراغ بنتنقل للفراغ اللي بعده نشتغل غرزة حشو وبعد كده بنشتغل سبع اعمدة بلفة واحد اتنين تلاتة وبكملهم سبع اعمدة هادي العمود رقم سبعة كده مزبوط سبع اعمدة ونشتغل طبعا حشو في نفس الفراغ علشان نقفل شكل البدلة وبنمشي بنفس الطريقة لحظوا ان هنا عندي تمن فراغات هشتغل على التمن فراغات تمن بتلات ببدأ بغرزة حشو واشتغل السبع اعمدة وانهي بغرزة حشو في نفس الفراغ عايزين نشتغل سبع اعمدة مش ازياد ولا اقل هكمل البدلة دي اشتغلت كده خلاص سبع اعمدة بقفل بغرزة حشو في نفس الفراغ وهكمل بنفس الطريقة اشتغلت معاكو اوه تلات بتلات فاضل عندي خمس فراغات هشتغل باقي البتلات ودي الشكل من الخلف هشتغل على الفراغات دي ده اخر دور في البتلات اخر دور هشتغله يعني باللون ده هكمل بنفس الطريقة وهرجعلكو نقفل الدور مع بعض وخلاص خلصت الدور الوردة شكلها جميلة جدا اشتغلت كده تمن بتلات لازم طبعا نتأكد من العدد وخلاص بعد ما اشتغلت السبع اعمدة هنا في اخر بتلة اهو اشتغلت هنا سبع اعمدة بقفل طبعا في نفس الفراغ باشتغل غرزة حشو زي ما بدأت البتلة بغرزة حشو وبقفل في الفراغ اللي بعده بغرزة منزلق وكده نبقى قفلنا الدور وخلاص كده خلصت الوردة وخلصت شغل باللون ده هجهز دلوقتي اللون التاني نبدأ في الاطار اللي باللون الاخضر هو اطار صغير جدا بس زي ما انت شفتوا الشكل الوحدة بيدي اضافة جميلة اللون الاخضر يعني بالاخص وباقي هنا ببدأ من اي بتلة اي بتلة من التمانية اي دي جرزة الحشو وعد واحد اتنين تلاتة واروح للعمود رقم اربعة يعني العمود المنتصف اللي اعمدة واسحب الخيط انا هنا هشتغل كلاستر مكونة من عمودين بس طبعا اللي في البداية بارتفع التلات سلاسل وبعد بيرهم اول عمود ومع العمود ده في نفس المكان هشتغل كمان عمود طبعا بعد كده هنشتغلها كلاستر بس عشان ده الجزء اللي في البداية اشتغلت كده عمودين بارتفع خمس سلاسل وفي نفس المكان اللي هو العمود رقم اربعة بدخل وباشتغل كلاستر مكونة من عمودين يعني بدخل اخد الخيط واطلع من اللفتين بس ولف الخيط على الابرة وادخل في نفس المكان وياخد الخيط وبرضه باطلع من اللفتين بس كده معايا تلات لفات باطلع من التلات لفات يعني اعمدة غير مكتملة وكمان خمس سلاسل هي الكلاستر يعني اعمدة غير مكتملة بنجمعها مع بعضا اروح للبتلة اللي بعدها اروح للبتلة اللي بعدها ادي غرزة الحشو واطحة واحد اتنين تلاتة واروح للعمود رقم اربعة وباشتغل غرزة حشو وبرجع تاني برتفع خمس سلاسل لازم اللي الدور ده يمشي مزبوط كده علشان كده كنت بقول لكم خلي بنا من العدد الاعمدة هلف الخيط على الابرة ودي غرزة الحشو وعد من بعدها واحد اتنين تلاتة واروح للعمود رقم اربعة هنا هنشتغل بقى الكلاستر واطحين ادي اول كلاستر بسيب لفتين على الابرة وبدخل اخد الخيط واطلع من لفتين بس كده معايا تلات لفات هطلع من التلات لفات كده انا اشتغلت اول كلاستر خمس سلاسل فاصل زي ما عملت في الكلاستر اللي في بداية الدور وفي نفس المكان هشتغل كمان كلاستر مكونة من اتنين عمود بلفة غير مكتملين ادي معايا لفتين كمان مرة بدخل اخد الخيط واطلع من لفتين بس تلات لفات باطلع من التلات لفات وبنمشي بنفس الطريقة احنا بنخلي الوردة بدل ما هي واخدى شكل دائري تبقى واخدى شكل مربع وخمس سلاسل تاني واروح على البتلة اللي بعدها ودي غرزة الحشو وعد من بعدها واحد اتنين تلاتة اربعة وبدخل وبشتغل غرزة حشو وخمس سلاسل ونكمل بنفس الطريقة انا هكمل الدوردة بنفس الطريقة كده هنشتغل طبعا باللون ده هو الدوردة بس هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم نبدأ نشتغل باللون الابيض وخلاص خلصت شغل اه الاطار ده جميل بيدي شكل زخروفي كده للوردة نقفل الدور ده مع بعض انا نهيت الدور طبعا بخمس سلاسل وهنقفل هنا الدور في اول كلاستر او اول عمودين انا اشتغلتهم في الحلقة الواسعة هنا بتاعة العمود التاني بدخل وبشتغل غرزة منزلقة وبعد كده بشتغل سلسلة في النهاية قبل ما اقص الخيط وطبعا طرف الخيط هاخده معايا تحت الغرز او زي ما تحبوا تتخلصوا من اطراف الخيوط اه اول بول يعني حاجة ترجعلكم ده شكل المربع شكل مبدئي كده للمربع وبعد كده هنشتغل الاطار الخارجي نقدر طبعا نتحكم فيه زي ما احنا عايزين ادي معايا اللون الابيض يعني هو سميك شوية على الابرة بدخل هنا في اي فراغ ما بين اتنين كلاستر واسحب الخيط شغلي هنا هيبقى عبارة عن اعمدة بلفة بس بارتفع سلسلة اتنين تلاتة وبعد بيرهم اول عمود بلف انا عايز اشتغل هنا في الفراغ ده تلاتة اعمدة ادي العمود التاني والعمود رقم تلاتة كده اشتغلت عمودين ودي العمود التالت وهيبقى هنا عندي فيه فاصل تلات سلاسل اوسع بس كده الاعمدة وهكمل شغل في الفراغ ايه دي تلات سلاسل وكمان هشتغل كمان تلات اعمدة بلفة احنا هنبقى سبتين على الجزئية دي يعني لو الاطار الخارجي حبيته تخلوه اربع خمس ست ادوار احنا سبتين على الجزئية دي في اي ركن او اي زاوية بنشتغل رقم اربعة وهروح على الفراغ اللي بعده على طول برضو هشتغل اربع اعمدة بلفة هادي العمود رقم اربعة احنا سبتين برضو في الجزئية دي كل فراغ خمس سلاسل بنشتغل اربع اعمدة هرجع هنا تاني للركن هكمل بنفس الطريقة تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة هادي العمود التالت وتلات سلاسل وكمان تلات اعمدة في نفس الفراغ هادي العمود التالت شغل الاطار بصراحة سهل جدا جدا وهمشي بنفس الطريقة كده لحد نهاية الدور هيقبلني هنا الفراغ الخمس سلاسل بدخل فيه بشتغل اربع اعمدة واروح على الفراغ اللي بعده برضو بشتغل اربع اعمدة وطبعا هامشي بنفس الطريقة لحد نهاية الدور في كل الزاوية بشتغل اه تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة وطرف الخيط ده هاخده معي تحت الاعمدة وانا شغالة هاسبكو هكمل بقي الاطار ده الدور ده وهرجعلكو وخلاص خلصت الدور اشتغلت اربع اعمدة هنا في الفراغ بقفل الدور في اول تلات سلاسل انا ارتفعت بهم واعتبرتهم عمود ايدي هنا في السلسلة التالتة بدخل وبشتغل غرزة منزلكو وكده خلاص افلت الدور الاول من الاطار الخارجي اشتغلوا الجزء ده زي ما تحبوا انا هنا هشتغل الاطار الخارجي دورين فقط بس هي الطريقة ما فيهاش تغيير انا هنا في الدور ده برتفع تلات سلاسل وطبعا باعتبرهم اول عمود فوق اول عمود عندي ودي العمود اللي بعده انا هنا واضح الشغل هشتغل عمود فوق كل عمود ودي العمود باشتغل فوق عمود وباجي عند الركن او الزاوية زي ما قلتلكو سبتين عليها تلات اعمدة تلات سلاسل تلات اعمدة ايدي الزاوية بدخل هنا واشتغل تلات اعمدة وتلات سلاسل وكمان تلات اعمدة تمام كده ماشيين مزبوط هو الشغل في الدور ده بيمشي بنفس الطريقة كده فوق كل عمود هشتغل عمود احنا طبعا متأكدين من العدد بتاعنا فاشغالين فوق كل عمود يقابلني باشتغل عليه عمود بلف وما ننساش هنا اول عمود ممكن طبعا يبقى مش واضح واروح للعمود اللي بعده باشتغل فوق عمود وهكذا ايدي العمود اللي بعده باشتغل فوق عمود وبامشي بنفس الطريقة على الدور كله وطبعا عند الزاوية زي ما اشتغلنا كده عندنا في الاربع زاوية هنشتغل بنفس الطريقة وده هيبقى شكل الوحدة انا سريعا هكمل الدور ده ونرجع علشان الخطوة الاهم وهي خطوة تشبيك الوحدات سريعا هكمل الدور ده وهرجع لكم نشبك مع بعض وخلص هنا خلصت الدور انا اشتغلت دورين بس من الاطار الخارجي نقفل الدور هنا في اول ثلاث سلاسل انا ارتفعت بهم واعتبرتهم عمود وبعد هنا ادي سلسلة تالتة بدخل وباشتغل هرزة منزلقة وكده خلاص خلصنا شغل الوحدة باشتغل في النهاية سلسلة قبل ما اقص الخيط طبعا متفقين دايما اول واحدة بنشتغلها بتبقى واحدة كاملة وبعد كده باقي الوحدات بنكملها خلال التشبيك بمنتهى البساطة يعني شغلي ما فيهوش اي صعوبة دي الوحدة الاولى انا طبعا متجهزة وحدات تانية اشتغلتها وشبكتها اه هجهز دلوقتي واحدة غير مكتملة خلي الوحدة دي على جنب وهجيب الوحدات اللي انا شبكتها اه احنا مش محتاجين اي خيط خارجي نشبك به احنا بنشبك اه وحنا بنشتغل بالوحدة اللي احنا شغالين فيها ودلوقتي هنشبك من جانبين الجانب ده والجانب اللي فوق يعني علشان نبقى اغطينا كل تفاصيل التشبيك هجيب واحدة غير مكتملة اي دي الوحدة مجهزاها طبعا ابتديت فيها نفس البداية ارتفعت هنا من نفس المكان ارتفعت تلت سلاسل واشتغلت فوق كل عمود عمود والزاوية هنا اشتغلتها تلت اعمدة تلت سلاسل تلت اعمدة وفوق كل عمود اشتغلت عمود وصلت عند الزاوية التانية اشتغلت تلت اعمدة ووقفت هنا من هنا هنبدأ نشبك وكنا مشتغل تلت سلاسل هشتغل سلسلة واحدة بس والسلسلة التانية هشتغلها من الفراغ المقابل اللي هو الفراغ ده اضبط بس الخيط علشان تشوفه الفراغ الفراغ المقابل لي بدخل وباشتغل السلسلة التانية اهو الشكل ده وبعد كده السلسلة التالت اشتغلت كده خلاص تلت سلاسل وهرجع تاني للزاوية اشتغل التلت اعمدة ادي العمود الاول عمود الاول من التلاتة بعد ما بشتغل العمود برفع الابرة وطبعا فيه تلت اعمدة جاهزين في الواحدة المقابلة ليها اه من الناحية دي شايفين التلت اعمدة دول هروح عند العمود رقم واحد وهشبكه في العمود اللي انا اشتغلته اللي هو رقم واحد وبعد ما اشتغل العمود رقم اتنين بالشكل ده هرفع الابرة تاني وأروح للعمود رقم 2 المقابل لي أنا دلوقتي لسه شغال على الثلاث أعمدة اللي في الفراغ وأسحب الخيط وبعد كده أشتغل العمود الثالث في الفراغ كل عمود في العمود المقابل لي بنفس الترتيب أدي العمود الثالث أو مضحين الثلاث أعمدة بيدخل هنا في العمود الثالث وأسحب الخيط نرفع الإبرة شوية طبعا علشان الخيط ما يفلتش كده شبكت ثلاث أعمدة في ثلاث أعمدة هبتدي بقى شغل كل عمود باشتغل فوق عمود وبرضو هشبكه في الأعمدة اللي في الوحدة المقابلة لي يعني هنا العمود ده هشبكه في العمود المقابل لي اللي هو ده وأسحب الخيط واشتغل العمود هنا فوق العمود وارفع الإبرة واروح للعمود المقابل ليه بنفس الترتيب وبدخل تحت حرف الفي بتاعة العمود وبسحب الخيط وهمشي بنفس الطريقة طبعا لحد ما هوصل للزاوية اللي بعدها هاي دي العمود اللي بعده وبرفع الإبرة أبعد بس طرف الخيط ده اللي أنا قفلت به الوحدة دي هاي كده الأعمدة واضحة وهي دي بتبقى طريقة التشبيك بشبك كل عمود في العمود المقابل لي كل ما باشتغل عمود باشبكه في العمود المقابل لي وبكمل شغل وطبعا التشبيك بالطريقة دي جميل جدا وما بيخليش فيه أجزاء برزة ما بين الوحدة والتانية هكمل تشبيك هنا في النهاية طبعا هتتخلصوا من كل أطراف الخيط تاخدوا وقتكوا بقى في الخطوة دي هكمل بنفس الطريقة كده لحد ما هوصل للزاوية التانية علشان برضو عايزين نركز في الشغل فيها بتاعة التشبيك هكمل وهرجع لكم وصلت هنا للجزء بتاع الزاوية شبكت خلاص الأعمدة كل عمود في العمود المقابل لي لسه ما اشتغلتش هنا في الزاوية لأن انا هشتغل واشبك في الثلاثة أعمدة دول هبتدي كده اشتغل أول عمود أول عمود بلفة من الثلاثة وخلاص خلصت شغل العمود ارفع الإبرة واروح للعمود رقم واحد من الثلاثة في الأعمدة المقابلة لها وبسحب الخيط وبشتغل على طول العمود التاني وارفع الإبرة ويدي العمود التاني خلوا بالكوا كويس جدا من عدد الأعمدة بتاعت كل واحدة علشان طبعا احنا محتاجين ان العدد يبقى متساوي تماما لأن زي ما انتو شايفين كل عمود بنشبكه في نفس العمود بتاع نفس الترتيب فطبعا يعني مفيش مجال للخطأ اهو الشكل ده بارتفع سلسلة واحدة بس بعد ما اشتغلت الثلاثة أعمدة طبعا انا كنت بارتفع ثلاث سلاسل هشبك هنا في الواحدة دي يعني شايفين بنشبك زي ما تعودنا بطريقة الاكس في نفس الواحدة المقابلة للجزء بتاع الزاوية وبرضو الواحدة دي هنشبكها في الواحدة دي بشكل الاكس يعني انا شبكتها بالطريقة دي ده الفراغ اللي انا عايزة اشتغل فيه واضح جدا بدخل من تحت الواحدات وباسحب الخيط علشان اشتغل السلسلة رقم اتنين بالراحة كده وبعد كده السلسلة رقم تلاتة انا مستعجلة عايزة وريكوا الشكل قبل ما كمل نازم طبعا التشبيك يبقى شكل نظيف جدا ومزبوط دلوقتي هشتغل الثلاثة اعمدة بتوع الزاوية يا دي اول عمود باشتغله وبرفع القبرة طبعا دلوقتي انا اتنقلت للواحدة التانية خلي بالنا دي الواحدة التانية هبتدي اشبك فيها بنفس الطريقة ايه دي الثلاثة اعمدة هشبكهم في الثلاثة اعمدة اللي انا باشتغلهم اشتغلت اول عمود باشبكه في اول عمود جاهز عندي اهو الشكل ده وبكمل شغل. ادي العمود الثاني. برفع الابرة وبشبك في العمود الثاني. كده ماشيين مزبوط. وده بيبقى شكل التشبيك. نتأكد طبعا قبل ما نكمل تشبيك ان احنا يعني مفيش حاجة مش مزبوطة او خطوة او جرزة واسعة مثلا نعدها. وبعد كده طبعا بنكمل. يعني كل ما تشبيكوا كل زاوية تأكدوا من الخطوة دي قبل ما تكمله شغل. الشغل اللي فاضل هيبقى آآ هشتغل طبعا لسه العمود رقم تلاتة. بنشتغل العمود. بطلع من لفتين وكمان لفتين وبرفع الابرة. ودي العمود رقم تلاتة. بدخل تحت حرف الفيو بسحب الخيط. وكده خلاص انا شبكت الزاوية في الزاوية. تلات اعمدة شبكتهم في تلات اعمدة. ادي الاول في الاول والتاني في التاني والتالت في التالت. دلوقتي الجزء اللي فاضل لي هو تشبيك عادي تشبيك عمود في عمود. هشبك كل عمود في العمود المقابل لي. وهوصل عند الزاوية زي الزاوية التانية دي. آآ نخلصها مع بعض. خلاص انا هنا وصلت عند الزاوية اللي هي على الطرف. اشتغلت فيها تلات اعمدة شبكتهم في التلات اعمدة. انا راجع لكم عشان الخطوة دي مهمة. بارتفع سلسلة واحدة بس من الثلاث سلاسل الفاصل. لان طبعا احنا مش عايزين نتجاهل الفراغ ده. انا بشبك في الفراغ المقابل لي. ايه دي السلسلة التانية. وبعد كده بشتغل السلسلة التالتة وبكمل شغل عادي. انا كده خلاص شبكت الفراغ في الفراغ. وهنا بقى التلات اعمدة بشتغلهم اعمدة عادية ما فيهاش تشبيك. هاي العمود التاني. انا خلاص كده شبكت الواحدة بتاعتي في واحدتين. وده الجزء اللي على الجانب. ايه دي التلات اعمدة. المهم يعني التفاصيل المهمة. وصلت لكم شبكت الزاوية في الزاوية. هكمل هنا اه شغل الاعمدة. فوق كل عمود. هشتغل عمود. لحد ما هوصل للنهاية. وخلاص كده. انا كده خلاص شبكت اه الوحدة في تلات وحدات. يعني شبكت الوحدة من جانبين. شبكناها مع بعض بكل التفاصيل. ما سبناش اي خطوة ان شاء الله هتشتغل مع بعض بمنتهى السهولة. وبدون اي لخبطة المبتدئين. تعالوا كده نقيس الوحدات مع بعض. انا بصراحة نسيت اقيس معاكم الوحدة الوحدة بعد ما اشتغلتها. يعني دول الوحدتين مع بعض اهو ستة وعشرين سنتي. عايز اقول لكم ان الاربع وحدات دول مع بعض لما تشبكوهم اه تقدروا تعملوا كفر مخدة جميل جدا جدا. طبعا بالاضافة ان انتوا تقدروا تعملو شال او بطنية. ان شاء الله يبقى مشروع كروشية يعجبكو. اه وكده خلصنا الفيديو بتاعنا يا رب تكونوا استفدتوا. والحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله.